السيدي ما بدي أعطيكو ما بدي أعطيها النسب اللي مبهدل هاد هل نسبي مبهددك عم صياح؟ ايه مبهدد؟ وهي إنت سيدو؟ روح يا أبي روح ننعيد عدر للغلق نسبك ما بيشرف خدوا طريق روح يا أبي روح أهل زعيمة اللي قياحي مشوه معليم لكن إلي عدر بيسد ما يرد؟ ليش لك عملت يا أبن عمي أ؟ عن جد معد حد استحى شو هالحكي يا أبو صياح؟ بنت الناس بيطلبوها كل الناس اموها دول الناس محلاني ومجوز بنتي لأبن الفواخيري لا أمبسطت كتير أنا يا أبو صياح بيجوز يكون هالشاب ابن حلال وبيخاف من الله ما بيكفي يكون ابن حلال لازم يكون فهمان وزكي من شان يعرف يتصرف وبركداً هو كان مثل ما عم تقول لو كان زكي متل ما عم قول كان غير دكانته صغيري لدكاني أكبر بس هو ما بيشغل مخه لا هو ولا أبوه بنوب بنوب أيوة أنا بدي يجوز بنتي لواحد يشغل مخه يجيب مصاري يحسن حاله تعالي شوف ما كان لازم يتوافق يا أبوكي بالكلام اللي حكا عن جواستي أيوة يا أمو بديك يعني خالف أبي لك لا تخالفي بس عاتبي الليلو يسألنا قبل ما يقلع العريس ولا أنتي عاجبتك الشغلة يا أمو أبي قدر بمصلحتي لك يا بنتي أبوكي حاطت شروط تعجيزية ونسيان إنه ما في حدا كامل كل واحد من الناس مو عنده خطأ واحد بس عنده عشر أخطأ على الأقل بس كمان أبي ما وحق لا ما ما وحق وفرضي إنه ما إجع العريس اللي شروط أبوكي بتنطبق عليه بتضلي هيك بالأجواز؟ لكن اتجوز مين ما كان يا أمو؟ لكن خليك عم تستني ليوافق أبوكي ويجي العريس اللي فيه كل الشروط اللي بدو إياها لحتى يروح عمرك وتصير يعانس أهلين وسهلين بأبو حمدي أهلين بزعين أسعد هات شاي يا أسعد أنا ما بشرب شاي لحتى تلبيني طلبين يالي جاي بشاله يا زعين طلبك مجاب بإذن الله يا أبو حمدي إمور تسلم يا زعين أنا بدي جوز ابني حمدي وأنت بتعرف مين ما نكون وما فينا ناخد من أي عيلة طبعاً أنتو عيلة كبيرة من شرشكن أكابر ومن أكبر تجار اللي أماش بالسوق كلها لذلك أنا فكرت كتير وما لقيت أحسن من بنتك المستورة نطلب على ابني بقى شو قلت يا زعين فلو أبو حمدي نحن بنتشرب فيكم الله يعزك يا زعين يعيب فهم من كلامك أنك موافق ولو أبو حمدي بتشرفونا إيه بدا ما عبدكو الله يخليك يا زعين سمع لنا ما شربنا الشاي لسه نشربه وتنجي لعندك على البيت يا زعين أكبر تاجر قماش بالسوق طلبة لابن حمدي وأنا وافقت واليوم كتب كتابه هيك من الباب لطاقة كتب كتاب ايه ليشو المطمطة والتأجيل خلينا نسأل عن الشاب نعرف هو الشاب أبو أكبر تاجر قماش بالسوق وهو أبو ضاي وفهمانه مع مصاري فهمت إنه ابن أكبر تاجر قماش بالسوق بس بدنا نعرف هو ابن حلال هو أخلاقه عالية بيخاف الله الشاب من عيلة معروفة من شرشن أبا عن جد أغنياء وأبي الله يرحمه كان يحكيلي عن أبوه لأبو حمدي الله يرحمه قدي شو كان زكي ومعه مصاري ايوه أنا بدي أبو بنتي يكون زكي ومعه مصاري المهمة عاملها منيح ويتقي ربو فيها أنا متأكد إنه سميحة رح تنبسيط لأنه العيلة منيحة والشاب منيح ومن شان هيك أنا أعطيته أبنيني يا أمركة إن شاء الله ألف مبروك بنتك حامل بالشهر التاني يو الله يبارك فيكي وبشرك بالخير إلهي بس لازم تنتبه على حالة منيحة ما تطعب حالة وما تحمل شي تقيل ابنه لا لا يو ما حخليها تحمل شي تقيل بالمرة وديري بالك لازم الطعمية منيح ولا تخليها تشتهي شي مش عما تطلع الوحمة بوش الودا من هالناحية لا تحملي هم منه كل شي بتشتهي رحن جبلا يا يلا تعبريني أودعنا أكيه يا الله معيك مع السلام ايه أسعاد هات لاشوف شوفي أخبار بالحارة والله يا زعيم كل أهل الحارة يحين يحضروا على الصالح ابن أب صالح ابن الفواخيري ما غيره ابن الفواخيري زعيم ما غيره وبنت مين أخاه؟ أخذ بنت أكبر تاجر حنطة بسوء أبو محيوب أبو محيوب ما غيره؟ ايه أبو محيوب غريب شلون أبو محيوب بيعطي ابن أبو صالح الفواخيري بنته؟ هذا أندبوري؟ بطل أندبوري زعيم شلون هيك؟ حكيلي عبيقولي وريت ورت كبيرة من أخو جده شو هالحكي؟ مو بس هيك ورتانجر للدهب كبيرة تماما بيت الفواخيري كل عمرهم فارع الدهب بعمرهم ما شافو شوف مزمول بس كان أخو جده زينا يبخيل كتير وكان كل شي طلعوا يضبوا أيوه بدك مني شي زعيم؟ روح لشه لك طامنين يا مصياح؟ هاكلي بشارة أبن عمي؟ بشاريني وخيري شو ما بديك؟ بنتنا سميحة حامل يا أبو صياح باللهي؟ أي والله؟ يا رب يا رب يجي ساكي وفهيم مثلي؟ يا رب الخلقة التامة إله يا رب وتقومها بالسلامة لبنتنا سميحة يا أبن عمي آمين يا رب آمين يا رب تخيرك آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب بده وقتلك حبيبتي طب منيني شلون صحتها؟ صحتها عالي العال كثير منيحة وضعها طبيعي بس عم تتعب كثير هالبنت والله بهالي مشغولة عليها كثير الشي طبيعي انها تتعب يعني بنت وصلعني للشهر السابق شنو بده تكون؟ ده تتعب اش باري؟ ربي دخيلك يا رب انت تتعب فيها واشتشفيها وتقومها بالسلام يا رب العالم طب مني اسعار مش الحار زعين اقولي لع الطريق انه هيك اعشاب كلها يبجين الزكرة بريح ليك بوشك متل الطير واضيون عالبيد شو قلنون زعين يستألوني شوها؟ قلن هدول اللي نسوا عند الحبالة وبنتي حبلي قوامش هتشربوه عمرك زعين السلام عليكم ياه هلا بده يجين يا حفيد ازكم منه ما في بالدنيا كله شو مين كان على البان؟ شغيل جوزي جاب هالعشباك قال كتير منح للحبالة ياه اعطي لشو اعطي لشو ان شاء الله يكونوا من ناحب استفاد عليها؟ ايه انا كل اللي اشبعت اللي للحبالة بعرفهم بس هدون والله ما مرقوا علي بحياتي ما شفت متله؟ شو هلحكي امرا كان؟ ايه والله ابصار خدي لغتين على كله تذريله شوي منها نوصيها ياه ان شاء الله فيهم حافية الله يعافيكي ان شاء الله بعد شوي بساويلا منهم ايه شو كنا عم نحكي ايه؟ لك متل ما قلت لك مشغول بالي عليها والله كتير يلا بس الله بعين الله يقيمها بالسلامة امين يا رب سلمية لالله ايه والله عم بالله الداية امرا كان رح يطق عقلها لما شاكت العشبات وما عرفت شو هنن ولا رح تعرف شو هنن ايوه يعني ابن عمي انت جايبون من برات البلاء؟ لا هدول من هون من السوق بس العالم ما بتعرف شو قيمتهم طيب ابن عمي قللي شو هنن لشو بيستعملوا هون هدول من شان يجي الولد فهيموا زكي متل انا يعني ايوه الداية لازم تنصح كل مرة تشرب الحبلة من هدول العشبات هم الداية بس تولد وتاخد الحلوة اي نعم الله يقومك يا سميحة الهي باستلامة وتجيبي ولد بخلقة تامة الهي بجاه رب العالمين وزكي وفهيم متله يارب ؟ طامنيني ام صياح الحمدلله بنتك سميحة قامت ايه وشو جابت بعدين انتي ليش قلبي خلقتك بنتك سميحة جابت ولد بس يا لانتي الولد مريض وعظامهم ما عم تتحرد يعني ما شلول هك راد الله يا ابن عمي خير شو في تضج بالحارة وعشقها صالح بن عب صالح دابح خروفين على الوزع لحم لكل اهل الحارة ها ومن شعال شو جاسب يا الله سلم له يا وينو وينو زعيم وينو خير ابو حمدي خير خير من ابدأ يجي الخير اذا الغشاشين متل حكايتك عاجين بيناتنا شو هالحكيهات انتي غشيتنا وما قلتنا انه عنكم بالعيلة مرض وراسي نحنا عندنا مرض وراسي ايه جد جدك عنده مرض وراسي وردكون يا من جبتها لحكيه ما دخلها الله يلعن الساعة اللي ناسبنا فيها دبل سانك ابو حمدي حسن لك ها انتي دبل سانك وهي بنتك بتأخذها هي وابنها نلع من هون نلع نلع تعلع غشاش شو صار له ابو حمدي جن اولا ما عندي استعرف ايه روح املي فيك لانا اهو ايه طلقني يا امو ولاش طلقك يا امو شو عملتيلو انا خلفتي مشوهة لك شو خلفتك مشوهة انتي شو دخلك اصلا هاي قدرت رب العالمين بدون يتدخلوا بقدرت رب العالمين كمان كسر بخاطري يا امو كسر بخاطري الله يزبر خاطرك يا حبيبتي الله يزبر بخاطرك يناهي ولا يستامحوا عليها العمل اللي عملها فيك يا روح يا معلش يا حبيبتي معلش الله جبار الخواطر معلش يا رب يا رب يا رب انت بعدت لي هذا الولد هدي وانا رضياني وبحمدك وبشكرك بس انا انظلمت وجودي ظلمني وحاسبني على قضاءك يا رب عودني يا رب انا جنيت عليك يا بنتي رفضت عرسانك تعرق جوكي لانه انفقرة وجوستك لواحد معه مصاري بس ماهتميتش لون بدي يحاملك يا رب الله يزيدك فضل هعطي لانشوف شوفي اختي ام صيح الحكي اللي بدي يقوله كلام بيت ابو حمدي مو كلامي انا خير ان شاء الله وشو لسا بدون مننا بيت ابو حمدي قال ماعد بدون سميحة وقال بكرة رح يبعطول اغراضة ومتأخرة والولد ما حيتعرفوا عليه قال لانه العيبة منكم مو من هون استغفر الله العظيم على هالقصة وبكرة بدون يحكوا قدام اهل الحارة كلها واذا بتطالعوا سيطة عليهم انه ابنهم بجيب هيك اولاد رح تشوفوا شي ما شفتوه بحياتكم وافوضوا امري الى الله ان الله بصيرا بالعباد يا عربي داخلك شبتي عبي طولي بعلك طولي بعلك تقبريني لك اذا زدتوا ابنهم لانه مريض بدك تعتبي عليهم لانه طلقوا بنتي كملي امركان كملي وخلصيني بقى طلعت روحي والله ما كنت بدي احكي بس الجماعة بدون يخطبو لامنا ويجاوزوه هي invariا الله يصطفل فيه هون الاهي بدون يجاوزوه صحة صحة ابن عمي على قلبك يا초 abol compl cin صرنا جايبين عشر دكاترة وأنا واحد منهم دواني متل عالم الناس بس هلا إن شاء الله جايك حكيم كثير شاطر وقال دارس باستنبول وفهمه شاطر خير الله وإن شاء الله الشفاء على يده بيشو أحسن منهم بالله عم يمضحوا في كتير وإن شاء الله بيجهرب العالمين الشفاء على يده شراب يا ابن عمي شراب فيها العافية يا عبد عليك العافية يا عم الله العافية والله صدرك تعبان شوي رح أبعتلك دوى من عندي لازم تلتزم فيه خالتي ايه لازم يكتر سوائل ويشرب زهوره ايه على عيني يلا بالإذن ما قلت لي حكيم أنت ابن مين أنا ابن صالح الفوخير عزبناك معنا إمم وان قومي وصلي على الباب ايه على عيني يا ابن عمي خليتني مرضى ح خالتي ما عرف الطريق ايه يسلمو إيدك يا حكيم الله يرضى عليك يا ELRAM عليك و السلام والله معاك اعرفت مين هاض عرفت ابن عمي اشتركوا في القناة